في هذه الأيام من كل عام تكون الأرض على موعد مع حدث استثنائي أشبه بكرنفال سنوي أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية وبمشاعر البهجة والفرح إنه موعد البذر وشهر الزراعة الحميري مبكر أو ذي مبكر أيار الدريب جمال كساس من تاريخ 20 نيسان اللي هو مدارة المصينعة مدارة شرقاب مدارة مقاطرة سهيقة العبد إلى المصينعة بعدين تدخل البهاي بعدين البهي طبعا البهي هذه مدارة لحوال الملاح المتوسط يأتي بعدين المغنيات تأتي المعرقشات من أربع أربع من ست من ست من ست أيام بعدين تدخل القحانين القحانين هذه خيرة المذارئ بعدين بشهر مبكر بخمسة وعشر مبكر تأتي بعدين الخمس العقب اللي هي الخمس العقب هذه المرتبطة بخمس حزيران لأنه خيرة المتالم المثال يقول يا عمي شدرالا خيرة الذري أربع حزيراني واربع مبكري هذه أخيرة المتالم لأخيرة الأحوال بمجرد أن تغرب الشمس هناك في الأفق في تلك المنزلة والتي يبدو أن الشمس قد تجاوزتها قليلا فتلك علامة وإعلان عن حلول شهر مبكر هنا في عزلة القريشة جنوبية محافظة تعز أول ما يبدأ مبكر نحنا عندنا هيقة معلام بقبل يومين بقبل بني شيبة اسمها هيقة مبكر تبدأ تدخل هيقة مبكر أول لبهاي بعدين فيه ثلاث إيقام يعني انتهي مبكر وهي تقال لبهاي للكام اللي هي في الخمس العقب والقحان وخمس حزيران أصناف مختلفة من الحبوب تزرع في ريف تعز كالذرة الرفيعة والغرب والدخن وكذلك اللوبياء أو الدجر كما يسميها المزارعون والذي يتم بذره بطريقة يطلق عليها المزارع اسم الرداق حيث يدفق التراب على البذور في أماكن محددة للحد من تأثير النبتة على الزرع عند نموها بتسلقها عليه مبكر لمن بكر مبكر هلي وخضر صباح من بكر يتقرع السكر لطالما كان يعد ترك الأرض وإهمالها منقصة في حق صاحبها وويل لأمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع جمال عبد الناصر لقناة يمن شباب من ريف تعز الجنوبي ترجمة نانسي قنقر